السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدينا هذا التشالنج هنا الموجود على الكود ويرس سنقوم بحاله إن شاء الله باستخدام لغة البرمجة بايثن إذن لدينا هنا العنوان هو بريك كامل كيس لمن لا يعرف ما هو الكامل كيس طبعا لدينا عدة أنواع من الستايل كيس لدينا على سبيل مثال الكامل كيس هاته هي طريقة كتابة السترينج باستخدام طريقة الكامل كيس إذن بداية من الجملة الثانية أول حرف منها سوف يكون كابتول وأيضا لا تكون هناك سبيس لدينا السنيك كيس لدينا اليوني كيس لدينا الباسكال كيس الباسكال كيس هو شبيه بالكامل كيس فقط الاختلاف في الباسكال كيس أيضا أول جملة أول حرف منها سوف يكون كابتول لو نأتي هنا على سبيل مثال إذا لدينا هذه السترينج العادية هنا نحاول أن نقوم بكتابتها باستخدام الكامل كيس إذن سوف يتم تحويلها بهذا الشكل في السنيك كيس سنكتب بهذه الطريقة الكباب كيس نكتب بهذه الطريقة الباسكال كيس سوف نكتب بهذه الطريقة إذن ليس هذا هو موضوعنا إذن نحن موضوعنا أننا نقوم بكسر هذا الكامل كيس إذن هنا لدينا بعض الأمثلة إذن هلا وورد المفروض أننا نقوم بإرجاعها بهذا الشكل أيضا كامل كيس بهذا الشكل ولدينا هنا بريك كامل كيس أيضا نكتبها بهذه الطريقة يعني نلغي طريقة كتابة الكامل كيس ننتقل هنا على البيجوال ستديو كوت إذن قمت بتجهيز كل شيء مسبقا حتى نختصر وقت الفيديو كالعادة هنا لدينا هذه السترينغ أول ما سنقوم بعمله هو اللوب على اللاترز أو الأحرف الخاصة بهذه السترينغ إذن لدينا هنا فورلوب هنا سوف يكون إذن هنا سيكون لدينا إذن اللاتر وهنا سوف تكون لدينا هذه السترينغ هنا فقط سنقوم بالطباعة إذن سوف نعمل print لللاتر طبعا بمعنى أن نعمل print ولا نقوم بعمل return فنحن لدينا بحاجة إلى عمل print للفانكشن وإنما تشغيل الفانكشن مباشرة إذن هنا نقوم بتشغيل الملف نراحل لدينا hello world هذه الأحرف الخاصة بهذه الكلمة هنا إذن الشيء الذي يهمنا نحن هنا في هذه السترينغ هو الأحرف الكبيرة لأنه عندها سنقوم بعمل break لهذا الكامل كيس أيضا سوف نحتاج إلى الاندكس الخاص بهذه اللاتر كيف نقوم بعمله هنا في بايثون إذن هنا سوف يكون لدينا الاندكس نجرب طبعا سوف يكون لدينا error إذن لا نستطيع أن نحصو أيضا هنا على الاندكس باستخدام هذه الطريقة ما الذي سنقوم بعمله سوف نحتاج إلى الانيوميريت الآن هنا سوف نقوم بتمرير السترينغ أو السلسلة النصية وعلى لو نقوم بعمران للملف من جديد طبعا هنا نحتاج أيضا إلى طباعة الاندكس what's happened أوكي إذن نلاحظ الآن استطعنا أن نحصل أيضا على الاندكس من صفر إلى غاية تسعة ولو نقوم بطبيعة اللينث لهذه السترينغ سوف يكون بالتأكيد عشرة لأن الاندكس في بايثون يبدأ من الصفر طبعا نحتاج هنا أيضا إلى عمل print please أوكي بهذا الشكل هنا إذن نقوم بعمل clear ونلاحظ إذن هنا لدينا nine أو عفوا ten letters إذن بعد أن حصلنا على الاندكس وحصلنا على اللتر ما الذي نريد أن نقوم بعمله نريد أن نتوقف عند اللتر التي لديها الحالة upper case يعني تكون مكتوبة بالأبر أو بالطريقة الكبيرة إذن هنا لدينا شرط سوف نقوم بعمل شرط if letter dot is uppercase لدينا هنا هذه الميثود التي تقدمها لنا البايثون هنا سنعرف هل هذا اللتر مكتوب بالأبر كيس أم باللاور كيس إذن إذا كان uppercase سوف يتم إرجع لنا true مع ذلك يتم إرجع لنا false إذن سوف نقوم بعمل print للإندكس الخاص بهذا اللتر المكتوب بالأبر كيس إذن نلاحظ هنا فقط تم إرجع لنا اللتر واحد وهو حرف ال Y أو W عفوا و لدينا هنا الإندكس 5 أوكي ما الذي أريد أن أقوم بعمله سأحتاج إذن إلى mt list أو mt array بعد أن أحصل هنا على هذه mt array أريد أن آتي قبل هذه اللتر هنا الكلمة التي قبلها أريد أن أقوم بتخزينها في هذه mt array إذن لدينا هنا string إذن سأقوم بعمل splice لو نأتي هنا ندخل على python 3 لدينا مثلا هذه string هنا إذن لدينا string نسميها algorithm بهذا الشكل أريد مثلا أن أحصل على فقط هذه الجزئية إذن سوف نستخدم طريقة splice هذه إذن هنا سوف تكون لدينا start البداية وهنا سوف تكون لدينا النهاية إذن سوف نبدأ من index 0 index 1 index 2 index 3 طبعا نحتاج أن نضيف 1 فكما قلنا دائما الآن هذه سوف يتم تجهولة إذن لدينا 0 1 2 3 إذن يمكن أن نكتب بهذه الطريقة من 0 إلى غاية 3 طبعا كما قلنا 4 وليس 3 إذن يمكن أن نكتب بهذه الطريقة أو يمكن أن نكتب بهذه الطريقة أيضا يعني هنا نقول في start ابدأ من البداية الخاصة بهذه ال string إلى غاية هذا العنصر هنا الذي لديه ال index 4 نخرج إذن من Python shell نعمل clear إذن سنأتي على R هذه سوف نقوم بعمل append يعني سوف نقوم بإضافة value لهذه ال array هنا وهذه ال mt array إذن لدينا هنا هذه ال string إذن كما قلنا لن نقوم بتحديد البداية لكن سوف نقوم بتحديد النهاية النهاية هي سوف تكون ال index الخاص بهذا اللتر الذي هو upper case في النهاية هنا سنقوم بعمل إذن print لل R هنا نقوم بالتشغيل للملف نلاحظ هنا تم إضافة لنا hello هذا ما الذي نريده إذن الجزئية الأولى قمنا بتخزينها في هذا في هذا المتغير R أو في ال result الآن الإشكالية هي أنه كيف أيضا نقوم بإضافة هذه الكلمة لهذه ال result هنا سنحتاج أولا أو قبل هذا سنأتي ونجرب على هذا المثال أيضا إذن لدينا solution ولدينا هاته نقوم هنا بتشغيل الملف إذن نلاحظ لدينا هنا أيضا break وهنا لدينا break camel break camel نلاحظ هنا في الري الثانية إذن هنا تم إضافة لنا break المفروض الآن نريد نحن أن نضيف camel فقط ولا نريد أيضا أن نضيف معها break camel كما هو مكتوب هنا إذن هنا يجب أن نقوم بتحديد ال beginning أو start أيضا عند عملية الإضافة إذن كيف يمكن أن نعمل هذا سوف نقوم بإنشاء متغير نسميه مثلا ال old i الذي هو سيبدأ طبعا أو قيمته الافتراضية سوف تكون سفر إذن نأتي مثلا على هنا هذا المثال إذن هنا عندما نقوم بعمل التحقق من هل هو أم لا سوف يكون لدينا سوف يكون لدينا هذا الموجود هنا وهذا الموجود هنا لو نتأكد إذن سنلغي هنا هذا هنا سوف نقوم بإلغاءها هنا سوف نقوم بعمل لإنديكس وإيضا للتر إذن نعمل نلاحظ هنا لدينا السي هنا الانديكس خمسة هنا الانديكس عشرة إذن الآن سنستطيع أن نقوم بتحديد مجل ما الذي سنقوم بعمله سنعود هنا على إذن من أين سوف نبدأ سوف نبدأ من التي هي في البداية سوف تكون صفر إلى غاية الآي إذن الآي الأول أو الانديكس الأول هو خمسة إذن سننتي هنا نحن ونقوم بعمل للكلمة في هذه الريزولت بعدها سوف نحتاج إلى التعديل على قيمة الأول إندكس الأول إندكس الآن سوف يصبح خمسة والإندكس الجديد سوف يكون عشرة إذن سوف ننتي هنا على قيمتها سوف تصبح قيمة الإندكس الحالي إذن الآن ما الذي سوف يحدث عندما تقوم بتشغيل هذه الفانكشن وندي هنا هذه الفورلوب إذن عند أول إضافة سوف يتم إضافة لنا من سفر إلى غاية الإندكس خمسة أوكي بعدها الأول إندكس سوف يصبح خمسة بعدها الحلقة التكرارية سوف تكمل حلقاتها التكرارية الآن سوف يكون لدينا الإندكس الجديد عشرة والأول إندكس سوف يكون خمسة إذن أيضا سنقوم بعمل سبلايز بهذه الطريقة لدينا الأولد آي سوف يصبح خمسة والجديد الآي سوف يصبح عشرة إذن أيضا سوف يتم إضافة لنا هذه الكلمة الثانية منفصلة عن كما رأيناه هنا الآن هنا لو نقوم بعمل print لل R إذن نلاحظ هنا دينا Hello هنا دينا Break ولدنا Camel الآن تقيت لنا مشكلة أخيرة وهي الكلمة الأخيرة أو الباقي من عملية سبلايز هذه هنا لا يتم إضافته إلى ال result إذن نحن نريد أن نقوم بإضافته كيف نقوم بإضافته سوف نقوم بعمل شرط هنا أيضا أين نقوم بإضافته هنا إذن سوف يكون دينا if كيف نقوم بالتحقق أو بالشرط أنه هناك باقي سوف نأتي على قيمة ال index هذا i ونقوم بمقارنته مع length الخاص بهذه string إذا كان هذا ال index أقل من length فأكيد هناك letters باقية وإذا لم يكن الشرط محقق فهنا نحن وصلنا إلى نهاية هذه string إذن نحن هنا سوف نقوم بمقارنة old i إذن مثلا هنا على سبيل مثال قيمة old i الأخيرة سوف تكون عشرة عشرة هذه سوف نقوم بمقارنتها مع length الخاص بهذه string لو نرى ما هو length الخاص بها إذن سوف ندخل على python three لدينا هنا هذه نريد أن نقوم بعملها أو نعمل لها length إذن لدينا 14 إذن نحن هنا لدينا 10 بينما length لدينا 14 إذن هناك بعض الباقية سمباسرة نقوم بعمل لها أيضا append في هذه الريزولت والبداية سوف تكون هو old i يعني نبدأ من عشرة والنهاية لسنا بحاجة إلى تحديدها وإذا ما عرضنا نقوم بتحديدها فسوف نكتب أيضا length إذن إذا كان old i أقل من length الخاص بال string إذن نأتي هنا على سوف نقوم بعمل لدينا هنا البداية سوف تكون من آخر قيمة للإندكس يعني مثلا توقفنا هنا إذن سوف نبدأ هنا من هذا الإندكس هنا أو من هذا الموجودة إذن سنكسب فقط بهذا الشكل ولسنا بحاجة إلى تحديد النهاية وسوف يتم إضافة الموجودة نقوم الآن بالطبع و نرى إذن أولا نخرج thank you python shell clear نعم مرعا الآن نلاحظ هنا ورد هنا ورد 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 إذن قمنا بعملية التفكيك الآن سنحتاج إلى أن نقوم بإعادة عمل لهم join أو عرطهم معا في string واحدة أو سلسلة نصية واحدة لكن سفقط نحتاج أن نترك هنا space بين كل كلمة وكلمة ما الذي يمكن أن نقوم بعمله لسنا بحاجة إلى print الآن هنا سوف نحذف هذه الأسطر سوف نعتمد على print لأننا سوف نستخدم return الآن إذن سوف نقوم بعمل return إذن سوف تكون لدينا string هنا empty string نستخدم إذن join هنا في join ما الذي نريد أن نقوم بعمله أولا سوف نقوم بعمل إذن loop على هذه result هنا مثلا سوف نسميها word يعني هنا نكتب بالشكل المختصر لل loop إذن يعني كل كلمة موجودة في result التي هي هاته الكلمات هنا لو نجرب الآن نلاحظ ما الذي يتم طبيعته لنا إذن لدينا هنا syntax ما هي هاته المشكلة إذن لدينا هنا four أو إذن لدينا invalid syntax الكتابة غير صحيح أو طبعا ما الذي نحتاج أن نقوم بإضافة في عملية join سوف نحتاج إلى أن نقوم بعمل هذه الكلمات هنا هي التي سنقوم بعملها join مع بعض إذن كما نلاحظ الآن هنا ندينا hello word ندينا break communicate لكن هناك أننا لم نقوم بعمل أي شيء لماذا لأنها نفس المدخلات الآن نريد أن نترك بينهم space إذن سنقوم هنا بعمل شرط ما هو الشرط سوف نأتي هنا على أول هذه الكلمات ونتأكد هل أول حرف منها هو uppercase أم إذا كان uppercase سوف نترك space أما إذا لم يكن uppercase فسنقوم بعملية join مباشرة إذن الآن لدينا هذه الكلمات هنا أو هذه words إذن هنا سوف يكون لدينا word dot is upper أو نتأكد الأول هنا ندخل على python 3 مثلا لدينا هذه string هنا hello و لدينا string ثانية word word هذا الشكل لو نعمل s dot is upper نلاحظ هنا تم إرجع لنا false نجرب على s one أيضا تم إرجع لنا false هنا إذن سنحتاج إلى كيف نتأكد من أول حرف هل هو capital أم لا maybe 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 إذن سوف نجرب هنا إذن is lower هنا سنتأكد هل كل الأحرف هي lower case أم لا إذا كانت lower case فأكيد ليس لدينا أي حرف كبير وبالتالي سوف نقوم بعملية join مباشرة إذن نلاحظ هنا قامت بإرجاع لنا false لكن لو نجرب على string الأولى سوف يتم إرجاع لنا true إذن نحن هنا سوف نتأكد هل ال هنا هل هي lower case أم لا إذن عندما ناتي على الكلمة الأولى إذن هي lower case إذن ما الذي نريد أن نقوم بعمله إذن سنستخدم في Python إذن سوف تكون لدينا بهذا الشكل هنا مثلا بي هنا سوف يكون لدينا الشرط مثلا بي وهنا سوف يكون لدينا إذن هذه طريقات كتابة في Python إذن هذا هو الشرط إذن سوف نعمل هنا شرط إذا كانت لدينا lower case إذن ما الذي سنقوم بعمله فقط سوف نقوم بعمل join لهذه الword مباشرة أما إذا لم يكن الشرط محقق إذن نريد أولا أن نترك space وبعدها سوف نضيف يعني نقوم بعمل join أو concatenate ما بين وما بين هاته الword هنا لو نصغر قليلا أو نقوم بإلغاءها من هنا مباشرة إذن بهذا الشكل نعمل أوبس إذن نأتي هنا على terminal إذن نراجع من جديد كما قلنا إذن إذا كان الword جميع الأحرف flower case فنحن مباشرة سوف نقوم بعمل join مع هذه هنا وهذه المت سترينج يعني سوف نكتب hello بدون أي مشاكل الآن عندما نأتي على الكلمة word هي لا تحقيق هذا الشرط إذن سنضيف قبل كلمة word فقط هذا ما قمنا بعمله إذن نعمل هنا إذن ونقوم بتشغيل الملف الآن نلاحظ لدينا hello word وهنا ندينا break كامل كيز وبهذا شكل نكون قد قمنا بتنفيذ المطلوب نتأكد فقط إذن نعمل نأتي هنا ونعمل له حتى نقوم بعمل ونتأكد إذن نعمل إذن هنا ندينا test result صحيحة إذن نعمل attempt إذن ندينا 53 اختبار ناجح فالكود الخاص بنا يعمل بالشكل المطلوب هنا فقط نقوم بحث هذا الصدر هنا أيضا ونعمل إذن attempt نهائي إذن نعمل submit وطبعا هنا يمكنكم قراءة بعض الحلول الموجودة إذن هنا يستخدم regular expression طبعا باستخدام regular expression سوف تكون العملية سهلة جدا لكن هو يعني لم يطلب مننا عملها باستخدام regular expression إذن استخدمناها بالطريقة العادية إذن هذه أيضا هنا موجودة هذه الطريقة يعني يمكنكم مشاهدة هذه الاختبارات أو عفوا هذه الحلول هنا ومحاولة فهمها وأيضا تجريبها طبعا لدينا أكثر من حل أيضا هذا يعتبر حل هذا أيضا حل هناك كثير من الحلول إذن إلى هنا لكم قد وصلنا إلى نهاية هذا الصرح نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته